حكم فيها عطاء وهي خير الساب من الأمور التي تجعلنا نظما حسن العاقبة ألا تحتقر معصية فلعلها هي المهلكة وألا تحتقر طاعة فلعلها هي المنجية وألا تحتقر عبدا فلعله هو الولي أكذا ومرنا حكم فيها عطاء وهي خير الساب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين من هموم الأفراد ومن هموم الدول مسألة الرزق هذا الاصطلاح اصطلاح يهم الجميع الدول تفكر في ميزانياتها والأفراد يفكرون في توسعة أرزاقهم من المناسب أن نعلم قواعد الرزق وكيف يكتسب الإنسان رزقه نذكر بعض القواعد ثم ندعمها بالروايات في هذا المجال البعض في مجال الرزق مضيع والبعض حريص من يطلب هكذا بحرص بحالة من حالات عدم الشباع يريد أن يضيف أصفارا على حسابه في المصارف ولو على حساب صحته وذريته اتفاقا الحريص زيادة عن اللزوم له شركات عديدة يحرق عمره فيها هنا الضحية اثنان صحته وعائلته التشوش الدائم الإرهاق الملازم هذا من مذيبات البدن ومن ناحية يهمل أمر عائلته والغريب عندما تسأل هذا الإنسان لماذا تتعب يقول لأجل نفسي وذريتي أهل بيتي وما يقوم به مفسد لنفسه وذريته اصطلاح علمائنا نقض للغرض هو غرضه ذلك حرصه هذا مدمر له ولعائلته إذن أولا أن يكون الإنسان متوسطا وهناك مضيع مع الأسف بعض الكسالاء بعض المتواكلين هكذا يقول الرزق مقدر وكأن الله عز وجل هكذا يوزع الأرزاق من دون سعي هذا أيضا مضيع لهذا إمامنا الصادق عليه السلام أئمتنا يدعون للإعتدال في كل شيء ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع لا تكن مضيعا دون طلب الحريص إذن لا تكن مضيعا ولا حريصا من قواعد الرزق في هذا المجال رب العالمين يحب عبده المؤمن لا تشك في هذا المعنى بين قوسين سريعين لعله خارج عن حديثنا قليلا الكثير من من يريد الوصول للمقامات العليا للكمالات الروحية يقول كيف أصل أنا لا أدري متى أصل من يأخذ بيدي أين الأستاذ أين الموجه هناك مقولة لأحدهم أعجبتني هذه المقولة خذها الليلة واسترح البعض من كبار علمائنا له كلمة جميلة يقول رب العالمين أحرص منك على الوصول إليه من حرصك للوصول إليه أنت حريص للوصول رب العالمين أيضا حريص على الإيصال هو رب وأنت مربوب هو الخالق وأنت المخلوق إذن في الرزق المعنوي لا تكن هكذا قلقا اعمل ما بوسعك أتقن صلواتك أترك المحرمات أتقن الواجبات رب العالمين من شق البذر في التراب وجعلها شجرة يا نعام أيضا يوصلك إلى مرادك في عالم الأرزاق هكذا رب العالمين يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب يشتري بضاعة لا يظن بأن هذه البضاعة مربحة ولكن في مقام العمل يربح كثيرا لما يريد من عبده أن يكثر دعاؤه مرة إنسان نعم رب العالمين أوكله إلى نفسه له راتب ثابت له شركة تدر عليه الأرباح هذا لماذا يدعو يقول رزقه مضمون ولكن المؤمن بين الخوف والرجاء ولهذا من الملاحظ أن بعض الانتكاسات المالية تنتاب المؤمن تراه في قمة الاستغناء أو في درجة من الاستغناء أحدهم كان له مستودع كبير في ليلة واحدة احترق كل شيء أنا رأيته رأيته على يقينه وإيمانه رب العالمين هكذا تعامله مع البعض جسم سليم فجأة يبتلى بمرض نعم مزعج كذلك رب العالمين يريد منه أن لا يركن إلى وضعه لا تقل عندي منزل دابة زوجة ذرية صحة عافية مال كلها في معرض الزوال بين عشية أو ضحاها هكذا رواية النبي رواية الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاءه أيضا اسمحوا لي بقوس آخر ينفعنا أيضا حتى في القضايا المعنوية تعطى الرزق من حيث لا تحتسب تأتي إلى المسجد متطيبا متطهرا تصلي جماعة لا ترى في قلبك شيئا من الإقبال تذهب المنزل تريد أن تستحم الحمام ليس مكان التوجه ولكن خطأا تفتح ماء حارا تحترق وإذا بكى تتذكر نار جهنم فتخشى حتى الأرزاق المعنوية المعنوية تأتيك من دون احتساب الإخوة يذهبون للحج والعمرة يطوف ويسعى لا تخرج منه قطرة دمعة من الخشية وهو خارج من المسجد الحرام ينكسر قلبه فيندفع بالدعاء إذا المادي مقدر يأتيك من دون احتساب والمعنوي أيضا كذلك يأتيك من دون احتساب نبلم الحديث القاعدة العامة لمن ضيق في رزقه هذه الأيام الكثير يشتكي حتى كبار التجار يشتكون من الرزق رزقهم ليس على ما يرام هناك أمران مهمان الجزئيات كثيرة بين الطلوعين الدوام على الطهور إلى آخره ولكن القاعدة القرآنية كما يرويها إمامنا الصادق عليه السلام في هذه الرواية اجتمع الثقلان نعم ثقل العترة وثقل القرآن يقول إمامنا إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار أكثر لا تقولها مرة واحدة ولا تستعجل هذه مني أكثر من الاستغفار لا تقول استغفرت الليلة أتوقع يوم غد مالا كثيرا ليس الأمر هكذا فإن الله عز وجل قال في كتابه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إذا مفتاح الرزق هو الاستغفار ولكن كما قلنا بكثرته وأخيرا إنسان يستغفر إنسان يتضرع يدعو ولكن الله عز وجل لا يوسع في رزقه إما الكفاف أو دون الكفاف ولكن تمضي الليالي والأيام زوجته تحمل تمضي الليالي والأيام وإذا رب العالمين يعطيه ولدا مميزا هذا رزقك الرزق ليس بالأوراق الفانية ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام أيضا يقول إن الله قسم الأرزاق بين عباده رزق مضمون مقدر وأفضل فضلا كبيرا هناك في خزانة علم الله عز وجل رزق لم ينزل ولا ينزل إليك المقدر كائن ولكن هناك رزق في عالم الغيب عند الله خزائنه ماذا نصنع قال الله الإمام الصادق عليه السلام يقول وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ كلما زدت سؤالا اتسعت دائرة الأرزاق الرزق الأول الإيمان راحة القلب بعد الإيمان الزوجة الصالحة بعد الزوجة الولد البار وأخيرا هذه الأوراق التي في جيوبكم آخر القائمة أولها القلب السليم إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك فرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لين قلوبنا لولي أمرك إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة